شاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايدال انهيان وزير الخارجية في اجتماع أصدقاء بريكس الذي عقد اليوم في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا وعرب سموها عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الذي يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى مجموعة بريكس وقال سموه في كلمته خلال الاجتماع لطالما كانت دولة الامارات مدركة وداعمة للأهمية الاستثنائية التي تتبوها مجموعة بريكس على صاحة الدولية لتعزيز السلام والأمن والازدهار وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايدال انهيان أنه كجزء من عالم اليوم الساعي للتعددية بعيدا عن أحادية النهج والفكر والإيديولوجية لابد أن تستمر مجموعة بريكس في تطوير منظومتها المؤسسية وتعزيز بصمتها العالمية الداعمة للاقتصادات النامية والصاعدة ومن هذا المنطلق فإننا في دولة الامارات ندعم توجه مجموعة بريكس لتوسيع قاعدة عضويتها ونبدي رغبتنا الصريحة في أن نكون جزءا فاعلا وبناءا من المجموعة